السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أصدقاء ستخطر جعنا لكم فيديو جديد النهاردة عملنا مع بعض وردة البصلة تنفيذ الوردة هورهولكم على الورق دلوقتي الوردة هي عبارة عن الشمال الأربع اتجاهات الشمال والشرق والغرب والجنوب والأربع اتجاهات الفرعية اللي هي شمال شرقي جنوب شرقي شمال غربي جنوب غربي دي بتسمع وردة البصلة اهي هوريكم مع بعض الصينة زي الوردة وهنعملها لكم تكون سهلة جدا كده أصدقاء هنجيب ورقة وهنطبقها هنطبقها كده اربعة طبعات وبعد كده هنعملها مسلس كمان وبالمصطرة هنيجي نعمل الفرع الكبير اهو كده بالمصطرة انا هعملكو بالقلم بس هي بالمصطرة عشان تطلع متساوية والفرع الصغير هنعملوه كده هيددينا ثمن افرق كده هوريكم القصة ازاي ووريكم انا نفستها ازاي بعد ما اصناها طلعت بالشكل ده انا عملت كل مسلس احيز اعمله من لون زي ما انتو شايفينه فانا عملت كل مسلس عملت الجزء ده بس عشان كله شبه بعضه فانا حددت الجزئين دول بتعمل المقاس ده والمقاس ده لون وده لون والمقاس ده لون ده لون ده لون ده دولا المقاسين اللي احنا هنتمد عليهم ده مقاس كبير وده مقاس صغير ده المقاس اللي هي الاساسية وده الفرعية وبعد كده قصيت كل جزء من ده ثانية الجزء ده وخدت الجزء ده عملت منه اللون واحطت اللون الاسود واللون الازرق واللون الفضي علشان يدينا الشكل اللي انتو شايفينه دلوقتي بعد كده يا اصدقائي اخذناها ادي الافرع اللي احنا قصناها الاجزاء دي كل جزء ده واحده الاجزاء دي كلها واحدها اهي الاجزاء دي مش مسكة ببعضها ده جزء واحده ده جزء واحده وسبتناها هنا بيحصل خلل في المنطقة دي مش بتبقى متكملة الوردة مزبوط عشان خاطة طبعا كل قطعة متأصصها وحدها فتاكله احنا بنعمله ازاي بنجمع تحت الوردة دي عشان ايه يغطي الديفول في الوردة وبعد كده نكون خلصنا والكلمات طبعا سهلة جدا انك انت تعمليها وورق فوم سادة وكتبنا عليه الكلمات وبكده يبقى عملنا اللوحة بتاعتنا اهي وكتبنا عليها وردة البصلة يارب الفيديو يكون افادكم ويكون ينال اعجابكم ارجوكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة